الله من فرح تنزيلا ممن صلق الأرض والسمابات العلا الرحمن على العنش استباه له ما في السمابات وما في الأرض وما بينهما وما تقتصرا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم قصوا إني آنست نارا لعلي آديكم منها بقبص أو أجد على النار بدا فلما أتاها نوديا يا موسى إني أنا ربك فأخلعن عليك إنك بالبادل مقدس طوا وأنا اخترتك فصدمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آدية أكادوا فيها لتجزى كل نفس بما تصعى فلا يسعدنك عنها من لا يقمن بها واتبعها ذاهم فطردا وما دلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتذكأ عليها وأهش بها على غنمي وليفيها مآلد أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تصعى قال خذها ولا تهر سنعيدها سيرتها الأولى وضم يدك إلى جناحك تخذ بيواء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه تغى اللهم أكبر اللهم أكبر اللهم أكبر اللهم أكبر قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحن العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخشتد به أذري وأشركه في أمري كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا ولقد أوتيت سبلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اغذي فيه بالتابوت فاقذي فيه باليم فليلقيه اليم بالصاح ليحقظ مع دب لي مع دب الله فألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ دم في أختك فتقولها الأدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمي كي تضر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك حدونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت بأخوك بآياتي ولا تنيع في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه تغى فقولا له قولا لجنا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يضغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أرحي إلينا أن العذاب على من كذب وتبلى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال أرمى بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يغل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأر مهدا وصلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أفواجا من نماذ شدا قلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها الله الله